احنا معنا واحد صحفي حبيبك وصديقك اول عاوز يبلغك رسالة ويكلمك اللي يقولك انت وحشتني فبيسأل عليك تمام السيد محمد سيف يا دعيش ملح لا 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 دعيش ملح ماشاء الله فاضل يا حسن ايمان منصور يعتبر يعني دخل نادي الزمالك في الفترة انا كنت مسؤول فيها عن تخطيط نشوات نادي الزمالك بدأت تخطيط نشوات الزمالك من 80 لحد ممكن 98 فهو لمجلسة في موسيق 91 واحد تساين اه واحد تساين واتنين وتساين يعني فيعتبر يزبون اي استقبلته على ايدي ايمان منصوري يعتبر واحد من دي من اتنا اقول اربع او خمس لعيبة في حياتي كلها اللي يعتبر من الاصدقاء المقربين اللي اياه وحتى الصداقة دي امتدت لان هتكونت بصداقة عائلية يعني حتى ولاده احمد ومحمد يمكن مولادين على ايدي يعني واحمد ما شاء الله انه حضر نجم دولي يعني فقام منصور زي ما قلتك من القلائل جدا اللي علاقت بهم علاقة صداقة مش علاقة ناقت بلاعب كورة او مدرب علاقة صداقة علاقة عائلية لانه على قد ما عصرت بالنجوم كتير ولعبين كتير لأ وجدت فيه شخصية جديلة ان هي تتصاحب يعني او شخص جديل اللي كنت تعرفيه لان في الوصف بتاع دا حدك عارف ان احنا ممكن نتقابل مع ناس كتير ونتعرف مع ناس كتير بس قليل منهم اللي ممكن تستريحيله او تعتبريه صديق الباقي ممكن تكوني واعتبر مجرد مصدر يعني انا وجدت شخص داخل نادي الزمالج جاي من نادي السك الحديد اه واصل المتعتبر من الناشئة لنادي الاهل ايما منصور لعب في السك بعين جاي نزل واحد جاي تحس ان هو انسان جاي خجول اه اه شيء طبيعي انك تبقى داخل على نادي كبير زي نادي الزمالج او نادي الآلي لأو مرة يبقى فيه نوع من انواع الخجل اه نوع الكسوف لسه مش متعرف على ذا لكن وقت يوم بعد يوم ماتش مع براه ازبوع بعد ازبوع حسيته وقت نفس الطبع الخجل التواضع الهدوء بيجي يتمرن يخلص سمين يروح هو كان يعني هو اه ما ننساش ان ايما منصور اشتغل مدير كورة مع فنجادة وخد مع الزمال معها بطول الدوري وخد سوبر السعودي المصر السعودي يعني خد كذا بطولها مع الزمالك فقعد في فنجادة ثم وفجأة تلعى القرار باستبعاد فنجادة بكل الجهاز بعدها هو بعد ايما منصور عن المجال وانا اعتبر ان هي دي غلطته بس هو لما بعد هو سافر برا يعني الفترة الاعداء برا اعتقد برضو الفترة الاعداء برا بعدته شوية عن المجال ولما حبي رجع كات الناس يعني مش حاول ان بدأت تنسى ايما منصور ولكن كان فيها اجيال كتيرة تلعت بدأت تاخد اه وضعها الفترة اللي هو اللي سافر فيها اعتقد هي اللي دي باعت فيها او الناس لسيته شوية كمدرب لانه كان ممكن يبقى مشروع مدرب او موديل كورة ناجح جدا اول فترة اللي سافر فيها قطر قعد فيها فترة جبيرة ممكن تكون هي دي اللي بعدته يعني انا بتمنى له التوفيق طبعا في عمله الجديد في نادي في ووتشار اه اتمنى ان هو بس يثبت على حاجة بقى يعني دي كان نصيحة ليه بس هو للأسف دي النصيحة الحاجة المسمع هايش يعني اه مدرب مدير كورة عضو مجلس ادارة لا مدرب ناشئين برا لا يعني خلاص اه السن كبرى كابتل ايمن خلاص ببعاش في وقت بقى اه خلاص دي اعتقدك هديك اللي هو الكرير الاداري ويبقى هو ده اه متقد فيه بيئة عمرك لربنا يديك طولة العمر يعني اه ما نفكرش بقى نرجع نقول لا عايزين نرجع تدريب لا عايزين نرجع نمسي القطاع الماشئين لا ابقى مدير كورة في حتة يعني ما تضيعش اللي فادة كله بمنصب ممكن يضرك اكتر ما ينفعك خلي كريلك بقى خلاص الاداري واستبر عليه حد ما ربنا يعني يعني يديلك اكتر في هذا المجال وتبقى استقرت على حاج لانك انت عملت زي اللي هي بسبع طباط ولا واقع الطبع الاولى ولا واقع الطبع اللي هي مدرب ولا مدير الكورة ولا كلام بكل حصك صحيح ملاك خلاص الخلف مختار الله اظن شخصية جميلة لا هو شخصية صريحة جدا كمان صريحة ودوري وعنده نقاب مفيش بعد كده واجل واجل جميل يعني ودوري كنتم الصباح معنا بولك عشا كده هو ما عنده سلف ولا دوري في اي حاجة حتى في كتاباته بالزبط في الكتاب بتاعته بيجملش حد بيديك الوعي تحققه بالزبط كده